الخبر الأول اللي عدنا عن إنجازات اليوتيوبر فأول يوتيوبر اللي عدنا هي قمر مار ووصول قناتها باليوتيوب للواحد مليون مشترك فإن شاء الله ألف ألف مبروك وعقبال العشرة مليون يا رب وطبعا أكيد لا تنسوا انتباركوا لها بالكومنتات أما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهم أنس وأصالة ووصول قناتهم باليوتيوب للعشر مليون مشترك فألف ألف مبروك والصراحة فعلا يستعقون هذا الرقم وتعبوا كلش على هذا الإنجاز فأكيد لا تنسوا نتبارك لهم بالكومنتات الخبار الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر فأول يوتيوبر اللي عدنا هو ياسو ريدر وإعلانهم عن مفاجآة ضخمة فياسمين نزلت على حسابها بالإنستغرام هذا البوست واللي هو كان بوست عادي ولكن ريدر كان كاتب بي ليش ما قلتي لهم على المفاجآة ترقبوا فاكتبوني يا حبايب بالكومنتات شينو تتوقعون المفاجآة اللي محضريها أما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهو نور مار فنور رزع على حسابها بالإنستغرام هذا الستوري اللي يعلن بي عن عودته من السفر ويقول انه خلال هذي السفر صور مقطع وحالين قاعد يمنتج بيصا ليومين وطبع المقطع رح ينزل باتر والمقطع جدا خرافي رحطوكم الستوري كيف كان جماعة خير شراتكم بخير المهم حابا أخبركم انه هلا انا رجعت من السفر رجعت من الاسطنبول يا جماعة بهالسفرة كنت رأيه صور لكم فيديو اللي رح ينزل بكرة الساعة 4 يومين تصوير مشان فيديو خمسة عشر ديال رهيب الخبر الثالث اللي عدنا عن نارين وبيوتي أخواتها واخيرا وصولهم الدبي فنارين نزلت على حسابها بالإنستغرام هذا الستوري واللي كانت كاتبة بي انتقام من البنات فيديو رح ينزل اليوم وكان من داخل المطار فأكيد المقطع رح يكون مؤثر مثل مقاطع السفر وممكن يكون بها بكاء عليكم اللي يكتبونا بالكومنتاج شونا توقعاتكم الخبر الرابع اللي عدنا عن رغضة كوميديان وهن رح تدرك اليوتيوب فرغضة نزلت على حسابها بالإنستغرام شوية ستوريات تقول بها انه كل الاشعاعات اللي طلعت اني انه حدرك اليوتيوب هذا غير صحيح واني مستحيل ادرك اليوتيوب وانما على العكس يم حضرت انه مفاجأات رحطوكم الستوري شوفو طبعا احد اشي هاي الفترة الاشعاعات اللي كانت عم تطلع مما كنت انزل حسيت انه لجمنا هاي اخر شي ما انزلت مما المهم اشعاعات اللي كانت تطلع انه والله رغضة شكرا رح تدرك السوشال ميديا وهيك منقلها فترة ما عم تنزل وخلاص شكلها قرفات مش عارف شو بالعكس مش عارفين انتوا تحت السواحد فبس يعني لا طبعا الخبر الخامس اللي عدنا عن ياسو وردها على ويسام تيكت فطبعا اللي شاف المقطع السابق يعرف شنو قال ويسام عن ياسو واستهزاء عليها عن طريق فقرة مأفل لما انجا واحد من الكومنتات يستهزئ بياسو فياسو حبيت انه ترده لكن بلس الطريقة فبعد ما انزل مقطع ويسام تقريبا بكم ساعة ياسو نزلت على حسابها بالانستجرام هذا الستوري وغيرها من الستوريات اللي بها كلام من المتابعين وطبعا اغلب المتابعين شافوا ان هي تقصد بيسام تيكت بكلامها او هذه الكومنتات يعني لوصلتها مثل انه شخص يغضر بيك وغيرها عليكم يكتبونا بالكومنتات هل تتوقعون هي كانت فعلا تقصد بيسام تيكت او لا وبس والله هنا وصلنا لنهاية المقطع اتمنى مقطع جاوكم لتسحطوا اللايك تسركوا بالقناة شنو كون فيديو وقاتب مملك القصص وبس مع السلامة